بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشهر المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هنتناول الجزء الثاني من محاضرة الاختبارات التحصيلية تناولنا في الجزء الأول عن خطوات إعداد الاختبارات التحصيلية كانونا عن أهم خطوة وهي تحديد الهدف من الاختبار هنكمل الخطوات تاني خطوة اللي هو إعداد مخطط عامل محتوى الاختبار أنا حددت خلاص الأهداف طيب بعد كده لابد أن أعمل مخطط عامل الاختبار يكون عندي تحليل محتوى هذا الاختبار يعد قيمة بالموضوعات التي يجب أن تتضمنها هذه المادة يكون صورة مبسطة أحدد فيها ما أهم الموضوعات أكثرها كوة من خلال ما يسمى الوزن النسبي تعالوا نشوف إزاي نعد اللي هو التحليل من خلال جدوى المواصفات الاختبار نحن بنجمع الموضوعات اللي خاصة بالمقرر هذه الموضوعات تكيس أهداف معينة اللي تطرقنا لها في المحاضرة اللي هي أهداف بلوم اللي هو بداية من المعرفة والفهم والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم وهكذا لابد أن يكون عندي شكل معين تعالوا نشوف الشكل ده عبارة عن إيه علاقة بين الموضوعات والأهداف هنأخذ هنكتصر فقط على ثلاث مستويات للأهداف عشان نبسط الأمور هيبع عندنا العمود الأول عبارة عن الموضوع أكتب أنا الوحدة دي أو المقرر ده تضمن موضوعات هي تضمن موضوعات عن أهمية الفروق الفردية خصائص العام المؤثرة في أنواع الفروق الفردية اللي استعرضناه في فصل الفروق الفردية تعالوا للأهداف كم نقطة في موضوع اللي هو أهمية دراسة الفروق الفردية كم موضوع يقيس المعرفة خمسة كم موضوع يقيس الفهم ثلاثة وهكذا إذن مجموع الأهداف اللي موجودة في موضوع أهمية دراسة الفروق الفردية تمانية خمسة منهم معرفة وتلاتة فهم وهكذا بالنسبة للأخرى تعالوا لأنواع الفرق الفردي خمس أشياء أو خمس نقاط يكسوا المعرفة أربع نقاط يكسوا فهم إذا لمجموعة تس أصبح لدينا في موضوعات المحتوى أربع موضوعات مختلفة مستويين للمستويات السلوكية المعرفة والفه مجموحهم ثلاثين طيب تعالوا في الخطوة بقى إزاي نصيغ الأسئلة يجب أن في صياغة الأسئلة اللي هي الخطوة الثالثة من إعداد الاختبار التحصيلي وراع أنها تغطي جميع الموضوعات تشمل الاختبارات لابد أن أنا أصمم الأسئلة بصورة واضحة طيب تعالوا نشوف إزاي نصيغ ترتيب الأسئلة عندنا ثلاث احتمالات للترتيب الأسئلة إما تابعا للصعوبة يعني أبدأ بأسهل سؤال وانتهي بأصعب سؤال يعني السؤال الأسهل في البداية والأصعب في النهاية أو ترتيب تابعا لموضوعات المادة الموضوع الأول أجيب أسئلته في الأول الموضوع الثاني في الثاني وهكذا حتى أنتهي بالموضوع الأخير يتكون أسئلته في النهاية أو الترتيب الدوري للصعوبة أبدأ بالأسهل ثم يأتي في وسط الاختبار يكون أصعب الأسئلة ثم أنتهي بالأسهل أي أن البداية والنهاية سهلة أو الترتيب تابعا للأهداف المقاسة أجيب أسئلة التذكر لوحدها أسئلة الفهم لوحدها أسئلة التطبيق لوحدها وبالتالي هنا بوردت بالأسئلة تابعا للأهداف التربوي أشكركم وننتكن إن شاء الله المحاضرة القادمة على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته